قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إسرائيل ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وأشار أيضا إلى مزاعم إسرائيل بضلوع عددا من موظف وكالة الأممية بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل لافتا إلى أنه سيسعى إلى حاجة الدعم في هذا الإطار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطرف مانحة أخرى رئيسية للأناروا